سيد العوض إلى أن مليون ومئتي الف لاجئ فلسطيني يتلقون دعم من الأونروا كيف سيتأثرون اقتصاديا وإنسانيا حيال هذا القرار؟ شوف هذا قرار إعدام يعني إذا كان الرؤية الأمريكية بتنجح في أنه توقف عمل الأونروا هذا كارثة لكن أنا أعتقد أن المجتمع الدولي لم يقبل بهذا القرار الأمريكي ويجب مواجهته اليوم أنا أقول أنه في عجز في الأونروا وفي تأثيرات سلبية على الناس في خطر حقيقي أنه اليوم نحكي عن مليون لاجئ بيتلقوا مساعدات من الأونروا وفي غزة فقط غير الدول العربية هذا هؤلاء المعرضون ومعرض حياتهم لخطر كبير جدا طبعا المدارس الصحة إذا ما تم وبشكل فوري وعاجل دعم الأونروا وأولا مطلوب حاجتين الحاجة الأولى أنه يجب أن يتم المبالغ اللي كانت الوطنة التحدة ترصدها يتم تعويضها الناحية الثانية ما هو أصلا في عجز في مزاينة الأونروا يجب أن يتم تعويضه غزة في حادثاتها اليوم إذا كان اللاجئ في أي مكان بيتعرض لمشكلة هنا مشكلتين لأنه حصار وعدوان وخدمات مهددة بإطلاق ليسا أننا في غزة اليوم 85% من سكان غزة بيئيشوا تحت خط الفقر ومعدل البطالة بين الشباب 62% وهذا رقم خيالي وخطير جدا 350 ألف عامل معطر في قطاع غزة في ظل هذا كله تأتي هذه القرارات التي لها بالتأكيد بعد سياسي خطير ترجمة نانسي قنقر